مرحبا برج القوس اهلا فيكم برج القوس انت مقبل على مرحلة راح تتحقق لك فيها امنية عاطفية ولكن دائما بالانجليز يقولون احذر مما تتمنى لان احس ان يمكن الوقت القادم اللي راح تتحقق فيه هذا الامنية وتلتقي بالشخص اللي تتمنى راح يمكن انت ايضا تكون مشغول او صير الموضوع على استعجال حتى قبل ان ما يمديك انك تجهز نفسك هذا الشخص ما هي مواصفاته حروف اسمه فيها الراء او الفاء او الياء او ممكن مع بعض موجودين عندنا حروف الراء والفاء والياء عندنا حروف الراء والفاء والياء عندنا برجة على الاغلب هذا الشخص برجة عقرب او دلو او ميزان هذه الابرات كلها موجودة امامي وده راح يكون وقت الالتقاء بينكم وبين برج القوس عندنا رقم سبعة على الاستجرام اذا تذكرون في القراءات السابقة رقم سبعة كان يتكرر عندي شخصيا مخصوصا لما انظر بالصدفة اوكي ما لازم تكون انت تبحث عن الرقم الرقم يظهر امامك فجأة في الاستجرام راح اسوي فيديو خاص بما معنى ان احنا نشوف رقم سبعة في كل مكان او نشوفه يتردد ولكن هذا الكارت يقول انت قريب على تحقيق امنيتك التواريخ اللي فيها رقم سبعة نزين نهاية الاسبوع وايضا شهر سبعة كلها هذه احتمالات كبيرة يصير فيها اللقاء ولكن خلق احطيكم معلومات اكثر في وقت اللقاء فيه صاير فيه اشخاص تقريبا نص المجتمع فيه اجازة بسبب يمكن تعطينا المدارس ونص المجتمع قاعد يعمل الاشخاص صايرين ما بين قطلة ما بين عمل نزين احتمال كبير يكون اثناء الدراسة الصيفية لانه في الدراسة الصيفية انطبق عليها هذا الشروط ان الاشخاص اللي يقومون بالدراسة الصيفية يكونون اغلب الطلبة الاخرين في اجازة وانما قاعدين يقومون فيها من اجل تحسين الدرجات من اجل تحسين المجموع من اجل ان ينتهون من الدراسة بشكل مبكر كل هذه الاسباب ولكن في وقت الالتقاء عندنا تعطيل كبير وعكسه ايضا في اشخاص كثير قاعدين يعملون هذا هو وقت اللقاء خلنشوف مكان اللقاء من راح يكون انت بالذات مكان لقائكم راح يكون مكان ما بقول رسمي وانما مكان الواحد بالعادة ما يتوقع فيه ان راح يلتقي بهذا الشخص ليش؟ لان هذا المكان فيه كتب وفي الكثير من متجات الاخشاب شنو يعني؟ شنو مثلا راح يكون الكتب نتكلم عن احتمال جامعة او جامع او مكتبة حتى مكتبة فيها كتب نستطيع ان ندخل داخلها نقرأ كتب نستعير كتب كشك يبيع الكتب هذا كله راح تنطبغ عليه الطاقة اني قاعدة اشوف كتب واشم حتى رائحة بعض الكتب تكون قديمة الاحتمال الثاني انه مكان فيه ايضا خشب وهذا ايضا ينطبغ عليه ترى المكتبات او المساجد دائما الاثاث اللي يوضع فيه اغراض الصلاة او عدة الصلاة دائما يكون مصنوع من الخشب هذا ايضا ممكن يكون مكتب مكتب لان فيه شيء في هذا المكان فيه الكثير من الخشب والكتب ننزل؟ هذا هو مكان اللقاء اللي احب ان اوكم عليه برج القوس انت راح تكونوا موجودين في هذا المكان وهذا الشخص لما اول ما تقع عينه عليكم راح يكون قاعد شوفه كأنما نازل على الارض وقاعد يعدل رباط حذاءه قاعد يلبس حذاءه او يعدل فيه او يحرص ان حذاءه في شيء في حذاءه قاعد يعدله ففيكون نازل على الارض نازل على الارض ويميل ويده على حذاءه قاعد يضبطه اوكي؟ هذا بتكون علامات اللقاء خلا نشوف مواصفات شكله لحين هذا شخص عكس هذا شخص تقع عليه الكثير من توقعات العائلة نزيل؟ يعني تشوف شكله من بعيد ابدا ما تتوقع ان هذا اهلا بهذا الوضع لان اشوف اهلا مرتاحين مادياً ولكن لما تشوف شكله ما راح تتوقع لان شكله متواضع شكله بسيط ولكن اهلا لو عرفت اسم اهلا لو عرفت حياته اكثر بتفصيل راح تكتشف انه بالعكس شكله دائماً جداً مختلف عن اللي راح تتوقعه من شخص بهذا المستوى لماذا اقولك بهذا المستوى؟ لأنه هو وأسرة على مستوى من العلم على مستوى من العلم وعلى مستوى من التقدم في الحياة هذين أشخاص يأتي من أسرة مع أنه لازم أتكلم من شكله بس لازم أذكر لك شكله أسرته عشان تفهم قصدي لماذا أقصد أن الشكله لا يعكس أنه هو يأتي من أسرة جدا مهمة أو على الأقل جدا أكاديميين جدا يعملون في التعليم يعملون في السلك الدبلوماسي فهني أهو شكله جدا عكس الأسرة اللي يأتي منها شكله جدا بسيط جدا طبيعي متواضح طولة رح يكون قريب من طولك برج القوس إذا أنت كنت قصير هذا الشخص رح يكون طولة قريب من طولك إذا كنت متوسط رح يكون أيضا مثلك وإذا كنت طويلة وتميل إلى الطول رح يكون طولة تقريبا مثلك جدا جدا مقارب لك يفرق بينك وبينه سانتي سانتيين فقط تنميل بشرة إلى أنها تكون فاتحة حنطية ملامحة ناعمة هادئة وقت اللقاء رح يكون يلبس حزام يلبس حزام والحزام يمشي مع لون القميص إذا القميص أسود رح يكون الحزام أسود إذا القميص بني الحزام رح يكون بني نزيل لأنه فيه تناسق عنده فيه زيه زيه بسيط يعني مو مبالغ فيه مو من الأشخاص الكثير يهتمون بالمظاهر نزيل وفيه شي قاعد وقت اللقاء أيضا فيه شي إذا وقف بتلاحظ أنه فيه شي قاعد يتدلى من جيبة ممكن يكون علاقة مفاتيح أو المفاتيح نفسها فيه شي يخرج من جيبة هذا ستايل ترى هذا ليس علامة على عدم الاهتمام الكثير من الحين الذوق العام أو الأشخاص الشبابيين تشوف أنه طريقة وضع للمفتاح بأنه يكون الميدالية اللي في المفتاح تخرج من الجيب هذا بيكون أيضا من علاماتها نزيل رموشة أيضا هذا الشخص كثيفة رموشة واحتمال أيضا شعر رأسه كثيف كثيف أسود غليظ كل هاي الأشياء رح تنطبق عليه وهذا هو مختصر شكله مثلا لما يقولون لك هذا والد فلان فلان شخص معروف ولكن لما تنظر إلى ابنه رح تشوفه جدا شكله طبيعي متواضع كأن أي شخص ثاني يمشي في الشارع ما فيه غرور أو ما فيه شيء حتى مميز جدا في شكله ما عدا إنه مرتب وشكل جدا حيادي في اللبس خلنا ننتقل إلى أطباعة هذا شخص جدا متواضع ما يحب أي شيء فيه غرور وما يحب أي شيء أو أي أفكار أو تعليقات معناتها أو ترمز إلى العنصرية هذا عكس هذا شخص هادئ خجول شوية خصوصا في البداية يأخذ وقت عشان يرتاح معاك في الكلام يحب أن يسأل عنده غلطة في حرف معين على الأغلب حرف الراء ما يلفظ حرف الراء بشكل صحيح حليم ولكن التق شر الحليم إذا غضب يعني هذا شخص جدا صبور حادئ ولكن وقت اللي يرفض أو وقت اللي يأخذ موقف التق شره انسحب تنازل عن موقفك هذا من أطباعة يحب الأغراب يحب الأجانب يحب الأشخاص اللي يكونون مثلا قاعدين ينطفون الشارع الأشخاص هادئين اللي وضعهم متواضع حبهم وحب يتكلم معاهم ويعاملهم أيضا بود نزيل هذا شخص يقع عليه الكثير من الثقل خصوصا من أهله من أجل أن يحقق تفوق علمي أو ديني أو أكاديمي نزيل على الأغلب هذا هو الأبن البكر لهم لهذه الأسرة من عائلة مرموقة ولكن لهذه الأسرة لأمه وأبوه هو توقع البكر أو ممكن يكون آخر العنقود لأنه في طاقة اهتمام كبيرة من الوالدين تجاهه نزيل؟ يكره التصنع يكره المظاهر يكره حتى الأشخاص اللي يحكمون على المظاهر يعني تعرفون ساعات نمر بمواقف يقولون شوفوا فلان شنو لابس شوفوا فلان شنو ياكل عنده أموال كثيرة لكن شوفوا شنو ياكل شوفوا الشنو يشتري هذا شخص أبداً ما يحب هاي الطاقة ما يحب طاقة التفرقة طاقة إنه نحكم على الآخرين أي طاقة سلبية فيها هاي النوع ما يحبها مدلل داخل البيت ولكن خارج البيت هو إنسان جداً بسيط جداً بسيط هذا أيضاً شخص يجيد أكثر من لغة يمكن ثلاث لغات أو أكثر خلي نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج عندك فرصة برج القوس مع هذا الشخص إنه تنجب له ذرية فمع الوقت رح يكونون ذرية لأبناءكم رح يكونون هم ورثة هذا الوضع الاجتماعي المرموق رح يكونون هم ورثة هذه الأسرة وضعهم مرموق جداً أشخاص يمكن عملوا في السلك الدبلوماسي فلذلك ولكن في بداية الزواج وفي بداية ارتباطكم أهلي رح يكونون تقريباً تعرفون لي كأنه ببروتوكول أهلي رح يكونون مخططين كل شيء من أجله ومن أجلك في بداية الارتباط إذا تحب أنك تدخل حياته ضروري إنه تكون فاهم إنه أصلاً كل شيء رح يكون مكتوب لكم كل تحركاتكم كل خططكم مع الشريك رح تكون مخططة من قبل الأهل من قبل أهله خصوصاً في بداية الارتباط ما رح يكون عندكم مجال كبير للحرية ولازم تمشون على كلام أهله في أمور كثيرة ولازم حتى تتجنبون صدام مع الأهل هذا هو ثمن إنه بعد كذا سنة رح تنالون استقلال مع الأبناء ولما يكبرون أبنائكم تنالون استقلال أكبر بعد أن أبنائكم أهم يصبحون الورثة لهذه العائلة ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ هذا شخص رح تتزوجون واحد منكم لحد الآن يدرس وهو أيضاً يدرس احتمال كبير عنده طاقة أن يواصل الدراسات العليا أو أنه يظل يدرس في حتى دولة أخرى أثناء علاقتكم أثناء زواجكم عندكم خيار تذهبون معاه تتقلون معاه إلى احتمال دولة أخرى مدينة أخرى من أجل دراسة أو تبقون حتى مع أهله حتى لو كان رح يدرس في مدينة أخرى عرفته في طاقة هنا تملك شوي عند أهله من زين؟ وهو رح يحرص قبل الزواج أنه يسألك الكثير من الأمور هذا إنسان حتى لو مالك عاطفياً رح يحرص من أسئلتها رح تكون جداً واضحة ومباشرة من أنت هل مستعد تتفهم واضعي أو تفهم الضغط الهائل الثقلي اللي عليه موجود عليها برج القص أنزين؟ فيهني أيضاً قبل الزواج رح يتم تلبية أغلب احتياجاتك وضلباتك منها المهر، منها العفش، منها الملعفش العفش رح يبكى أنه حتى يتم اختياره من قبل أهله وإنما الأساسيات مثل المهر، مثل الذهب، مثل هذه الأمور دائماً رح تكون حس مجهزة من قبل حتى أهله لا تنسوا أن هذا الشخص يمكن لحد الآن لا يعمل وأهله وضعهم جيد ويريدون أن يزوجونه فيتكفلهم بمصاريف الزواج مقابل ذلك يخلونا يدرس زيادة لأنه مخططين لمستقبل كبير هنزين؟ هذا أيضاً طاقة الاحتمال الكبير أن يوفر لك عربية لأنه هناك شيء خاص بسبل المواصلات مو بس الاتصالات حتى المواصلات فيوفر لك سيارة أو عربية قبل حتى الارتباط إذا هو وأهله شفوا أنه أنت بحاجة إلى هذا الشيء خصوصاً إذا كنت رح تطلب هذا الشيء من أجل دراسة مو من أجل أريد سيارة عشان أزور أصدقائي أو أهلي لا، أريد سيارة عشان أذهب إلى الجامعة فمع هاي الأشخاص رح تقدر فعلاً تحصل على مفتغاتك إذا عرفت ترقص على أي نغمة في نغمة معاهم أبداً ما رح تأتي لك بنتيجة ولا حتى معاً شيء يريد ولكن نغمة أخرى رح تأتي لك بالكثير من النتائج أنزين؟ هذه الأمور اللي رح يقدمها لك قبل الزواج خلا نشوف إسرتها قلت لكم أنا من شوي البكر أو آخر العنقود أول فرحتهم أو آخر فرحتهم عدد أفراد أسرتهم مو كبير ممكن ثلاثة ممكن أربعة أسرة جدة مثقفة لها تاريخ طويل بالأشخاص الناجحين بالمهندسين الناجحين الشعراء ناجحين ملحنين ناجحين أكاديميين ناجحين بروفوسورات في الجامعة هذه طاقة أهله فعشان شدي أتمنى أن نكتفهم برج القوس الثقل اللي راح يكون عليكم في أول سنين الارتباط والزواج عليكم وعليه أنزين؟ أسرتها قلت لكم تهتم بالتحصيل العلمي كثير والتفوق الدراسي مو كفاية فقط تحصيل علمي أنزين؟ ويوفروا لكم سبل الراحة كل رغباتكم وطلباتكم ووفروها مقابل أن تعطوهم أداء مو كفاية ومقابل أن تعيق أيضا الشريك عن الدرب اللي هو ما راسمين له مو كفاية في دولة أكبر أو في دولة أخرى يذهب مثلا للدراسة في بريطانيا على أقل لمدة سنة على أقل احصل على الماجستير لمدة سنة لأنه فيه هنا دخول وخروج مفاجئ أو فيه طاقة أن توكم تزوجته محتاجين أن تنتقلون بسرعة سواء راح تنتقل مع الشريك أو راح تظل تنتظره في دولتك هنزين؟ قلت لكم على الأغلب هذلين أشخاص يعملون في وظائف إما تعليمية إما دبلوماسية أو مناصب علية في الوزارات نزيل؟ خلا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض حتى في مسكنكم راح يكون في دخول وخروج مفاجئ أو دخول وانتقال مفاجئ لأن هني راح يكون عندكم مسكنين في البداية وأثنين هم هذلين مسكنين مو ملك لكم محتمال ملك لأهله مدفوعين من قبل أهله محتمال أحد المسكنين يكون في مسقط رأسكم في المدينة التي تعيشوا فيها ولكن أشوف كأنه مسكن منفصل عن أهله مستقل عن أهله أوكي؟ والمسكن الثاني راح يكون أيضا في الدولة اللي الشريك راح يروح يعمل فيها أو راح يرسلونا من أجل أن يدرس فيها يعني في بداية الزواج راح تكونون ما بين مسكنين مستقلين؟ في المسكن نعم ولكن كل الوضع كل أموركم صايرة في تحت جناح أهله لحد ما تنالون استقلال خلا نشوف الآن ماذا سيحفيك الشريك؟ سيحفيك الشريك أن أنت إنسان جدا إيجابي ودائما تدعمه وتشجعه وتتفهم حتى وضعه هذا الشخص إذا وقفت معاه في الفترة في فترة ما قبل أن يحصل على وظيفة أحلامه وما قبل ما يحصل على الدرجة العلمية اللي يسعى عليها راح يكون جدا يذكرك ويقدرك بعد ما يحصل عليها راح يكون يضعك أولوية بعد ما يحصل عليها لأنه راح يذكر لك معروفك وجميلك صح قلت لكم مقابل أول فترة راح يكون مطلوب منكم الكثير من التنازل والمرونة وأنه أنت ترتبوا وضعكم على أساس وضعه ولكن على المدى الطويل هذا شخص راح يذكر راح يذكر جمالك ومع الوقت يضاعف لك المردود بجمالك يعني مثلا ووقفت معه ستة شهر أو سنة يضلطون العمر يذكر لك هذا الجميل شخص جدا مخلص شخص جدا حتى مع الوقت تشوفه دائما يفتخر فيك ودائما يحرص أن أنت صاحبة في نجاحاته ويأخذك على الأماكن مثلا اللي يأخذك معاه وحب أن أنت شاركة نجاحة نجاحة يصير نجاحكم أنت الأثنين خلا نسحب الحين كبت نشوف هل راح يكون هذا الشخص من مدينتك أو مدينة أخرى من دولتك أو من دولة أخرى من نفس منطقتكم من نفس منطقتكم مو بعيد عنكم هادلين الأشخاص أنزين؟ وحدي مال كبير أنهم يكونوا جيران أو جيران لأحد مهم أنتوا على صلفه ممكن يكون أحد من أعمامكم أحد من الأهل يسكنون في منطقة كأنما مرتفعة عنكم إما مرتفعة عنكم أو الحي نفسه أرقى من حيكم في فرق ما بين الحي اللي هم يسكنون فيه والحي اللي أنتوا تسكنون فيه وإن كان في نفس المنطقة وإن كان في نفس الدولة وإن كان في نفس المدينة نفس الحدود نفس السياج شفتوا مثلا مدن معينة شلوني نراونكم من بعيد مدينة واحدة بس فيها حي هذا الحي اللي يسكنون الأشخاص اللي دخلهم متوسط والحي الآخر شوفون كل المباني كبيرة المباني متطورة المباني جديدة أرقى وهم يسكنون في الحي الأعلى الأرقى أو اللي أعلى فوق تل أيضا أعزائي بورج القوس حبتوا